موسيقى حديث الظاهرة اليوم حديث عن الجامعة عن الإعلام عن اليوم الوطني للصحافة أسعد اليوم باستضافة السيد أحمد حمدي الدكتور عميد كلية الإعلام والاتصال أهلا بكم دكتور أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة أهلا بك دائما ربما نبدأ من إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف لليوم الثاني والعشرين أكتوبر هذه المحطة مناسبة لاستحضار كل ما تم إنجازه كأكاديمي كيف تقيمون التجربة الإعلامية في الجزائر دعني في البداية أهني أسرة الإعلام في الجزائر بمناسبة هذا اليوم العظيم يوم الوطني للصحافة وهو مناسبة كبيرة وذكرى عزيزة على الشعب الجزائري وإجابة على سؤالكم أقول أن ثورة الجزائرية عندما اندلعت في 54 أول نقطة تحدث فيها الزعماء الخمسة إبانا كتابة بيان أول نوفمبر كانت مسألة إعلامية ما هي هي كيف نكتب بيان أول نوفمبر كما تعرف البيان كما نقول جنس من أجناس الصحافة كما الخبر كما التعليق كما العمود أيضا البيان عمل صحافة إذن كيف نصيغ صياغة بيان أول نوفمبر وفعلا تمت سياغة بيان أول نوفمبر بطريقة فيها ذكاء كبير وأيضا جامعة لكل طمحات الشعب الجزائري ومحفز الشعب الجزائري للإنضمام حول الثورة أيضا هذا البيان تم رقنه وهو عمل صحافي وتم سحبه سحب في ذلك الوقت كان باستنسيل وعمل سري تم باستنسيل وحدود المعلومات لدينا حوالي ثلاث نسخة تم سحبها وتوزيحها إذن أول عمل قامت به الثورة الجزائرية هو عمل إعلامي إذن هذا يدل على مكانة الإعلام في تاريخ الوطني وفي تاريخ الثورة وأيضا أثناء بناء الدولة الجزائرية الحديثة بعد استرجاع السيادة الوطنية الإعلام له دور كبير جدا ولهذا نظن بهذا المهم أتذكر رسالة فخامة رئيس الجمهورية للأسرة الإعلامية التي تمت أثناء أمس يعني تعطي أهمية قصوى للعمل الإعلامي وأيضا تقدير العمل الإعلامي لدى الدولة الجزائرية وفعلا أقول أن الإعلام الجزائري مر بعديد من مراحل يعني مرحلة أثناء الثورة ولها خصوصياتها وهي معروفة كثيرة لدى الباحثين والدارسين مرحلة البناء الوطني وأنا شخصيا عددت بحث أكاديمي في هذا الموضوع حول الخطاب الإديولوجي في الصحافة الجزائرية من 62 يعني استعادة السيادة الوطنية إلى 1988 تاريخ تعددية يعني في فترة الحزب الواحد إلى تعددية في هذه الدراسة استنتجت أن حزب واحد نعم ولكن في الصحافة كانت تعبر بألسنة مختلفة فوجدت هناك ثلاث صحف أساسية جريدة الشعب والشعب اليومي معبر عن الحكومة والمجاهد الأسبوعي معبر عن الحزب والثورة والعمل معبرة عن العمال عندما قمت بتحليل علمي لافتتاحيات هذه الجرائد والمجلات الصادرة في هذه الفترة وجد هناك نوع في الخطاب تعدد الأصوات تعدد الأصوات تحت سقف واحد ونقول أن هذا التعدد كان ثراء ومدرسة يعني أغلب الإطارات الصحافة الجزائرية الآن مروا بهذه الفترة وضبطوا التجربة الصحفية في هذه الفترة إذن نقول أن مراحل تطور الإعلام الجزائري كانت هامة وأعود إلى جريدة المقاومة يعني بعد بيان أول نوفمبر صدرت من نوفمبر 54 حتى المؤتمر الصمام كانت تسمى مقاطعات الآن تسمى ولاية لكن قبل كانوا يسمى مقاطعة مقاطعة الجزائر كانوا أربع مقاطعات والخامسة بعد ولت ولاية بعد مؤتمرها في المقاطعات هذه كانت كل مقاطعة لها ولت لها نشرية وهذه النشرية تعبر عن جبهة وجيش التحرير الوطني في الحقيقة هذه خلقت بلبلة لدى مستقبلي أو الجمهور أو المتلقي الخطاب الصحفي الجزائري ولهذا نجدهم في بيان الصمام عندما نقرأ بيان الصمام نلقى فصل كامل مخصص تحت علوان الدعاية لكن هو الدعاية يقصد بها الإعلام والدعاية ليست سلبية بالنسبة للدعاية بماذا تملأها إذا ملأتها بشيء إيجابي فهي إيجابية وإذا ملأتها بشيء سلبي فهي سلبية إذن في بيان الصمام أرضية مؤتمر الصمام في هذا الفصل الكامل يعبر ما هي مبادئ الإعلام والدعاية لدى جبهة تحرير ربما سيكون بل أكيد أنه سيكون لنا في هذا الحديث جانب عن الدعاية السلبية والإيجابية أو الإعلام السلبي والإيجابي أعود معك إلى رسالة رئيس الجمهورية في اليوم الوطني للصحافة ربما تكلمت عن نقاط من نقاط أيضا المدرجة في هذه الرسالة تركيز على دور الإعلام في الكشف عن النقائص والإنحرافات مساهمة كمساهمة ثمينة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون إلى أي مدى أستاذ يمكن القول أن الإعلام الوطني قد ساهم في تجسيد هذا الدور أول حاجة أنا من الأنصار الذين يقولون أن هناك مسؤولية اجتماعية للإعلام الإعلام يقدم معلومات ويقدم آراء وينبغي هذه المعلومات أن تحظى بكثير من الجدية والاهتمام مثل الخبر مثل ما ندرسه لطلبتنا ينبغي أن يكون على الأقل من ثلاث مصادر يعني من ثلاث جهات حتى يكون خبر صحيح صحيح وصادق يعني أيضا الرأي ينبغي أن يكون واضحا رأي كاتب هذا العمود أو هذا الفقرة أو قائل إذن تحديد الخلط بين الأجناس الصحفية هو غير مقبول بالنسبة لنا كأكاديميين الآن التجربة الجزائرية طاحت نقطة مهمة جدا نحن ندرسه الإعلام الجزائري في الفترة التي ذكرتها السابقة من الاستقلال الثمانية وثمانية في الحقيقة الجزائر كانت تتلقى كثير من الهجمات الإعلامية الأجنبية مثلا كانت في فترة قصيرة برك كانت قناة الجزيرة مسيطرة على المشهد الإعلامي في الجزائر لكن كوسطة التعددية هذه السيطرة انتهت إذن كل مرحلة لها وسائل الإعلام وطرقها تختلف لكن المبدأ الأساسي مبدأ المحافظة على النزاهة والمصداقية وعدم التحريض والشعور بالمسؤولية والشعور بالغيرة على الوطن عندما أكتب أو أنجز عمل هذه قناعات الشخصية للصحفي أعود معك إلى المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام ربما هو كان مدخل في الدراسة الأكاديمية هو مهم جدا في أرض الميدان في الإعلام والاتصال تحدثت أيضا عن الدعاية أو نتحدث عن الصحافة بمفهومها السلبي والإيجابي الآن المسائل التي من بين المسائل التي يطلع بها الإعلام إرشاد المجتمع هل أن هذا الدور ممكن في السياق الحالي ربما أتكلم هنا بطريقة ما عن صحافة الإثارة في الواقع وفي المشهد الإعلامي الجزائري الحديث أصبحت الآن من دراسات كلاسيكية ولكنها موجودة هي ما يعرف بأمراض الصحافة يعني وأمراض الصحافة قد تنزلق إلى يعني انحراف ما يعني ومن ضمن هذا الانحراف هو الإثارة إحنا نقول المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام فهذا يعني أن تقدم معلومات الدقيقة وأيضا الرأي الحر الصادق دون المساس بال بالمبادئ أو المبادئ الوطنية دون المساس بالوحدة الوطنية إلى آخر فهنا وسائل الإعلام وأقول دائما أن وسائل الإعلام مثل المدرسة أو مثل الجامعة فهي تشتغل على الفكر تشتغل على التكوين إذن ينبغي أن تساهم وسائل الإعلام في تكوين تكوين هذا الفرض الجزائري الذي يبني المستقبل يعني فوسائل الإعلام لها مسؤولية كبيرة في صلع الإنسان الجزائري الحر ذو الحريص على وطنه الآن الإثارة في الحقيقة عادة الإثارة تكون مع المؤسسات الإعلامية ذات الطابعة التجارية هدف الإثارة أن يجلب أكبر عدد من المشاهدين من المتتبعين أقول أنا هذا من ناحية العلمية خاطئ لا ننظر للإنتاج الإعلامي بنظر قصيرة المدى يعني لمدة عام عامين وكذا بل الإنتاج الإعلامي يتمد للمئات سنين أنت عندما تنجز عمل إعلامي رايح يصبح نموذج تقرعه كل الأجيال الفيتا إذا كان الانتشار الآن عندك مثلا في مئة مليون ولكن تذهب عمق التاريخ مع العمل الجادي ومئات الملايين أما العمل الردي فينتهي في المئة مليون ويتدحش إلى الأسفل إذن هذه الفكرة الأساسية أن الإثارة النظر التجارية أنقصت من فهم العمل الصحفي المحترف أكيد وأي صحفي في الحقيقة يقول لا لا أنا ما ندير الإثارة ولكن ينزلق إلى الإثارة تقدم أعمال غير موثوقة تقدم أخبار غير صحيحة تقوم بتهجمات وقذف هذه عقب عليها القانون ونحن ندرس في الكلية مادة التشريعات الإعلامية قوانين الإعلام يدرسوا الطلبة نتعنا قوانين الإعلام في مختلف أنحاء العالم كيف التم القذف محرم في كلمة العالم السب والشتم نفس الشيء إذن يعني هناك نقطة أيضا نحفظ عليهم أن التكوين الإعلامي التكوين الصحفي راح مسألة تتكون مع دائما مع الوقت دائما يستمر في التكوين موش يتخرج العام هذا انتهى لا العكس العمل الصحفي ميداني مثل الطبيب الطبيب في المستشفى تخرج خضاء دكتورة إلى خير لكن ممارسته في المستشفى تزيد ثراء وتزيد معلومات وتزيد تجربة وهكذا أيضا الصحفي مدام تكلم عن التطورات عالم الإعلام والصحافة في الجزائر وفي غير الجزائر عرف تطور كبير لو نتكلم من جانب الكمي على الأقل من تجربة التسعينات بعد الانفتاح في التعددية على الخواص في مجال النشر والجرائد ومتلها من بعد في مجال السمع البصري أيضا حديث بالأرقام يعني عن عدة مؤسسات إعلامية برزت في الصحافة المكتوبة في الصحافة السمعية البصرية وأيضا الإلكترونية حاليا هذا الكم العددي هل وافقه كم من حيث النوع أيضا يعني هل تستطيعون هل نستطيع القول أن هذا الكم العددي وافقه كم من حيث النوع أولا أنا هذه الفترة عايشتها بتغاصيلها بل وكنت مسؤولا على كنت رئيس فرع اتحاد الكتاب والصحفيين والمترجمين بالجزائر في هذه الفترة ويعني كل الجمعيات العامة للصحفيين تابعتها يعني خاصة في 87 88 يعني مع أكتوبر أعرف الموضوع بدقة متناهية وأقول أن لسؤالك أن المستوى في الحقيقة نزل مستوى قبل كان الصحفي أكثر أولا أكثر تحكم في اللغة أكثر مسؤولية الآن للأسف يعني أصبح الاستعجال والاستعجال في الحقيقة مرض يصيب الصحفة هذا من المرض القديم للصحفة يعني مثلا يجري على الصبق الصحفي قد يتحول إلى مرض يعني والصبق الصحفي يلزم يكون من مصادر موثوقة مصادر موثوقة ومسؤولة بكري كنا ندرسه ولا حتى درسنا يقولك لا تمد الخبر هكذا ممكن خبر يدي إلى فتنة ليس كل خبر يقال يقال ولكن تدرجيا نقطة نقطة اليوم جزء من الخبر غدوة جزء آخر وهنا أيضا نعود بالمسؤولية الاجتماعية كون جيب الخبر أنت خبر صادق لكن فادم يخلق فتنة يخلق تدعيات كثير على المجتمع لا يؤدي إلى قتل إلى جرائم إلى آخره أما تمد تدريجيا فيتقبله المتلقي تدريجيا وبالتالي لا تكون هذه الصدمة أو صدام ولهذا نقوله دائما يلزم العمل على مسؤولية وهذه ترتب القوانين مثلا الآن نقدر نلاحظ أخلاقية المهنة هذه من حرص الصحفيين على مهنتهم ينبغي الصحفيين أن يتواجدوا ويكونوا تنظيم قوي للصحفيين قوي يعني بالحق بالواقع بالحرص بالمهني بالمهني يعني ومن ثم يعني أولين يحافظوا هذه سمعة الصحافة الآن يجب أن نقوله رأي صفحة سمعة مكتسبة تقولي سمعة راقة الآن لأسف الصحافة مقترنا بأمور أخرى بينما كيكون مدونة مدونة أخلاق المهنة وملتزمين بها كل الصحافة وإلى خير فالعملية يعني تؤدي إلى تطور الإعلام نقطة أخرى دكتور حبذة لو نقف عندها التطورات الحاصلة في تكنولوجية الإعلام والاتصال أيضا ما رفق ذلك من انتصار واسع للسوشال ميديا وسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها وعلاقتها بالعمل الصحفي المحترف هنا ترجع بالأسفل أولا تطور هذا حاصل ويفيد كما تحدثنا على الدعاية قد تكون سلبية وإيجابية أيضا وسائل الإعلام السوشال ميديا وغيرها يعني إذا استعملت في طريق صواب فهي إيجابية وإذا استخدمت في إطار الإساءة للآخرين والكذب وهذاك يعني هذا اعتداء على الحرية حرية التعبير حرية إلى خيره فيعني الكاتب يصبح ولهذا نقول ظهر الآن في الدراسات الإعلامية ما صار يعرف بالصحفي المواطن الصحفي المواطن كاين عندنا في وسائل الإعلام كاين رئيس التحرير هو صاحب البوابة يعني مثلا خبر غير دقيق أو غير صحيح يمكن يمكن يعني الخبر يفوت بالتقطير أما هذه وسائل السوشيال ميديا يعني في الحقيقة الآن مش على مستوى الجزائري فقط على مستوى العالم كامل راهم يعيشوا في إعاة كيفية تنظيم هذا الواقع هذا الواقع كيفية تنظيم تدفق المعلومات الآن في الثانية الوحدة ملايين المعلومات تدخل في مثلا فيسبوك أو في تويتر راه ملايين في لحظة إذن هذا التدفق الهائل يعني أدى إلى ما يعرف تخمة كما نقول يعني تشبع بالتدفق الأخبار فاختيار الأخبار أصبح هو المشكل المش للتدفق الأخبار ربما هي نقاط كثيرة وجدليات كثيرة حبذا لو كن فضاء آخر أيضا للحديث والتفصيل فيها ربما تحدثت فقط في الأخير عن المواطن الصحفي من بين هواجس ربما في السوشال الميديا أنه ربما الإفراط في استعمال هذا المصطلح الصحفي المواطن رجع ربما بشكل سلبي عند البعض أقول هاجس أنه يعمل عمل الصحفي بدون احترافية بدون إخضاع لقوانين أكيد الحديث عن هذا يطول وأكيد أنه أن له مساحات كثيرة دكتور الأستاذ دكتور أحمد حمدي عميد كلية الإعلام والاتصار شكرا جزيلا لك لتشري في برنامج الظاهرة وأذكر فقط أن آخر إصدار لكم الذين حظينا بنسخة منه قبل تواجده في الطبعة الثالثة والعشرين لصالون دولي للكتاب أحديث مع رواد وأحديث عن رواد هو ربما اختصار لبعض الأقويل وبعض النشاط الثقافي الجزائري من رواد الذين زاروا الجزائر في سنوات السبعينات الذين زاروا أقول الجزائر في السبعينات أقول وأيضا حديث لمساهمين في الحركة الثقافية الوطنية جمعتها أستاذ في هذا الكتاب الذي أذكر أنه سيكون موجودا بداية من بداية الصالون الدولي في الأول من نوفمبر ربما تكون هنا في هذا الصالون هذا الكتاب الحقيقة يعطي صورة عن الحياة الثقافية الجزائرية في السبعينات السبعينات كانت مزدهرة الحياة الثقافية ملتقيات ندوات كبار العلماء كبار الكتاب والأدباء زاروا الجزائر فاختنمت عن الفرصة وأجريت معهم أحاديث وتحدث فيها عن رأيهم عن رؤيتهم الجزائر كيف رأوا الجزائر إلى آخره الأستاذ دكتور أحمد حمد عميد كلية الإعلام والأتصار شكرا جزيلا لك على تشريف برنامج أخبار الظاهرة شكرا مبارك الله وإتمنى لك التوفيق إن شاء الله كل التوفيق لك أيضا دكتور أخبار والظاهرة ما زالت متواصلة معكم مشاهدين الكرام في فضاء نشرتها المحلية مباشرة من قسنطينا حديث عن واقع الفلاحة في ولاية ميلا النشرة المحلية بعد فاصل قصير